عادل عادل وانا اطلب منك طلب بس محرجة شوي وايه اللي يحرك في الطلب بتاعك ايه عايزة تعليم الرأس ولا ايه لا 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 الرأس ملوش علاقة اصلا بالدراسة دراسة اساسا عند الانثة كده بفطرتها بفطرتها ايه بوسطها بقى عند الانثة لكن فطرتها انت كل حاجة تلزقوها للفطرة ايه الفطرة استحمل ايه ولا ايه عموما انا طلبي بعيد عن المواحي ببعد تام انا طلبي تجميلي خاص بمسألة الجمال الجمال لا 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 انا بارفط تماما موضوع عمليات التجميل مالها اودانك كده يا ماما مزايل فل ياما ناس اودانهم طويلة جدا كده اهو وعايشين ومسكين مراكس يعني ايه عادل هو انا اوداني ويحشايا عادل لا حبيبتي اودانك امر انا بهذر طبعا تكل حاجة اتهذر كده بصراحة بقى انا مضطرة اطلب الطلب بكل جراءة انا بقى بصراحة يعني اه اعايزة علبة مكياج علبة مكياج ليه؟ طب ما تجيبي مكياج فارط يا عادل بقى مكياج فارط الكلام ده لما كنا في سنوي لما كنا بقى بننزل نزوغ من المدرسة بقى ونجيب مكياج واصباع روش والحاجات دي يلف على 4-5 بيلات مع بعض كنتوا بتخمسوا في اصباع روش؟ عادل انا بتكلم بجاة ده خليت جاة شوية يا رانيا حس انت بيا بقى وبعدين مكياج ايه اللي انت عايزاه يا ماما انت اجمل وقت بحب اتفرج عليك فيه وانت نايمة ومدياني ظهري ايه خلاص بقى لاش علبة مكياج قال ليها علبة سامنة انت عايزة ايه علبة وخلاص علبة ايه يا ماما بصي لازم تفكري بشكل جماعي الطلبات الجماعية مش الطلبات الفردية ايو بس انا لما اتجوزتك اتجوزتك لوحدك ما عملتش فيك جامعية ايو ما انت قبضتها الاول وبعد كده هما اللي جوه ما اعمل ايه يعني خلاص بقى يدفعوا هما بقى يا رانيا ايه يدفعوا منين يا رانيا ما انت ماما وعلى يدك عارفة مفيش اي فلوس ديها بتجيلها من المعاش زائد النساناء كمان بتاخد تلتميت ملطوشة تلتميت ملطوش دول يا دوبك بيكافوا اخناقات في المواصلات وبيكافوا مصاريفها يعني يا سلام طب ما انا ممكن اقولك على مامي كده برضو وعفيها من المصاريف تعفيها من المصاريف ليه مبطلب الاوائل ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت لحفين انا عندي المحاضرة الاولى والشلة كلها مستنياني ما ينفعش تأخر عليهم يا سلام ليه بقى ان شاء الله هو انت مش كنتي معدني النهاردة ان انت حتتعديني في شغل البيت بص يا حبيبة قلبي انا ممكن للمرة الجاية اوعيدك ان انا ممكن اعجل المحاضرات بتاعتي واخليها بالليل ده بس اشار خطر عيونك انت هي اقمر باي والله هم اليومين دول هم الطلب اللي بيحددوا مواعيد المحاضرات ولا ايه الله العزيز فينا ايام زمان ايام الالتزام والتزويغ والنط من عصور هزولت ترويق وكلهم مش موجودين باشتغل عندوكم ايه ده؟ دفتر توفير؟ سناء سعيد اربعين الف جنيه مصري فقط لا غير؟ ومستغونين بالرقم ده؟ ده بطر؟ ست سنين يا سناء ست سنين بتخد عينا وبتضربين على قفانة وبتحوش من ورانا اربعين الف جنيه وانا مش عارفة اضرب علبة مكياز من عادل؟ ماشي يا سناء ماشي ماشي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طلبتها يا ماما اللي انت تلطيها وجبتليك كمان يا ستي الزباد يا هو عشان البشرة بالفراغ عشان يخلي وشك محمارة مرسي يا حبيبي تعيش والجبني ودي يا سناء ادي قلمين جاف قلمين جاف ايه يا عادل وانا حفتح مقلمة في المتين جنيه بتوعي عادل عايزك في موضوع؟ خير قولي ما ينفعش مش عايز حد يسمعنا طب ما انت كده لفت نظرهم وهايقود تصنطوا علينا هانا تصنط على ايه ما انت مفضوحة مفيش عادلشانة غير امك لاختك نهائيا اطلاقا ولا اتزعالي نفسي العكس صحيح اختك لامك ما نقعد نقول في فوزير ليه انا هقوم دلوقتي اشوفها هي عايزة ايه وابقارجع اقولك او انتوا ايبوا تصنطوا بقى عادي تضغل امك واختك ايه دا دا موضوع تاني خالص مالهم بقى اللي توقعت ولاقيت اتفضل ايه دا دفتر توفير امه اربعين الف جنيه دا بتاع مين دا؟ مستر يلا غير بتاع الاختة سناء سناء اه سناء طب اجابة اربعين الف جنيه منين دا اكيد بصي الدفتر دا اكيد مزور اوعد تلعيه لحد اللي يقبضوا عليها او اقولك بلغها عنها عشان يقبضوا عليها مدام مزور كلامها هو لمزور حياتها معانا هي لمزورة على طول بتتدعي الفقر وعمل نفسها معندها اش فلوس مشوف شوف اربعين الف جنيه دا معناها ايه؟ معناها طبعا ان هي مش متطلقة بتاع اتنا وعيشة معانا لا يا حبيبي دا معناها انها ما بتصرفش مليم احمر عايشة سفلقة على افان الهالم انت عارف اختك بتاخد كم؟ بتاخد في الشهر خمسمية جنيه بالحوافز خمسمية في اتناشر في ست سنين؟ دا معناها ستة وثلاثين الف جنيه ايبول اربع تلاف بتوعلى اربعين دول ايه؟ جابتوا من ايه؟ فوايد يا حبيبي فوايد دا معناه ان اختك نايمة وعيشة واكلة ولفسها ببلاش ايوها واكلة وشربة ونيمة سفلقة دا حتى قلة ادبها ببلاش ماشا سناء انا بقى هتصرف ايه؟ اه سناء عايزي يا عادر اه لا مفيش يعني انا عايز اقولك صباح الفل والجمال والاشترا والكريم شانتيه صباح الفل يا عادر خلص قول عايزيه وبلاش محلسة محلسة؟ ليه بتسمي يعني ان العلاقة بين اخ واخته يبقى محلسة يعني؟ عموما القفة ما واثنين بيشيلوها ايه؟ واحد بشيلة واحد ازاي؟ ايد من هنا وايد من هنا ومش عنده ايدين اتنين ولا هو اكتع اخلص يا عادر اقول عايز ايه؟ اه لا مفيش انا بس كنت معدي فقلت عدي اسلم عليك يعني كاختي وكده فاجيت اقولك ازايك وزايك وانت مش خلاص سلمت يا عادر واقف لي عايز ايه؟ اه لا مفيش هتكر انا بقى طيب موبايلات بقى ها؟ رنات عشان ما يبقاش ها قلت لها؟ اه هو انا الصراحة يعني لما احتلها واكيد الرسالة وصدت يعني رسالة ايه يا عادل في ايه يا حبيبي وانت فاكل نفسك حمامة زجلة بصي تشبهاتك مستفزة يا رانيا وبعدين انا هقول لها ايه هي اختي برضو مش معقول هروحها هقول لها حاسبيني على اكلك وشربك عندي يعني هادل بكل قوة وحاسمه وعزمه وامان روحوا لها هلا اذا كنت خايف منها خايف منها ايه؟ انا خايف عليها يا ماما لا تتصدم مثلا في الاخ عمود البيت الاغل فمسلا تغير وجهة نظارها على رجالة تكرههم مثلا يا سلم قال يعني هي بقى ما بتكرههمش بس اللي علمك بقى انا فيه في دماغي فكرة فاضيعة فاضيعة وهبتدي بتنفيذها اوكي ماما فيه موضوع لو قلتلك عليه دلوقتي حالا ممكن تروح تجيبي سناء من شعرها وتقطعيها يا خبر سود لكو انها ترجع لجوزها؟ لا يا ماما ايه اللي يزعل في موضوع انها ترجع لجوزها ده؟ نفس عليك يا عادل عايز ترمي أختك؟ لا مش مسألة ترميها بس انت فاهمة غلط عارفة سناء محوشة من ورانا أربعين ألف جنيه والنابي برافو عليها مش زيك مراتك مقشتك أول بول يا ماما انت فرحانة ومبسوطة يا ماما ايه دا انت عايز البنت تصرف عليك؟ لا انا بقولش تصرف علي بس على اقل تساعد يعني يا ماما اختك وحدانية اللي ليها عيل ولا تيل يبقى عندها حاجة تتعكز عليها ما تتعكز براحيتها انت شفتين يعني شدتي العكاز منها بقولك ايه؟ تروح تصرف معا وتكلمها انت في الموضوع وما تحشرنيش فيه اه بصد الله يا رانيا يا رانيا المواضيع دي ما تتخدش اقافش انا لمحت الماما بس يعني بس لقيت ان الموضوع دا بايخ ماينفعش اتكلم فيه يا سلام يعني هي انفع يعني يتحوش وتجرش؟ لا 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 ماينفعش بس انا فكرت في حاجة بقى زي ما هي عملت كده احنا كمان برضو هنعمل كده ازي يا؟ هتشوفي دلوقتي محتاجين ايه الشهريدة من طلبات؟ قلبة مكياش بقولك الشهريدة طبيل لمكياش قالو ايو حاج سايد سوبر ماركت السعادة؟ قلبة ماركت السعادة؟ آه. شكله آآ آآ كده اديها الحاجة بقى. يال يال يال. نايمي وشخاري. ليه هو انا في العادي بشخر? لا يا ست انا اللي بشخر. اصر عمي ما سمعت ست شخيري. ما انتم تبقى نايمة. اديك شخاتي شخاتي. عادل عادل. رانيا رانيا رانيا. يا عادل. ايه ايه? ايه في ايه? في ايه من حصله ايه? حاجة بسيطة خالص في فاتورة برا لازم تتدفع يا عادل. مهامة فواتير مصر مليانة فواتير دلوقتي حالا. يا عادل ما تصحى بقى يا عادل. الفاتورة بازم تتدفع. يا رانيا راجعي نفسك. مش عايزة تقومي. اني اغرق نوما. اغرق نوما. احدفلك العوامة. براحتكو. 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 ها تبتكي تدخلت عليها? اكيد دخلت عليها. هلو الاربعين الف اللي هيا محاولش ههم برضو تصلف منهم. ايه يا اممونجو. قليلي. هي اسمها لسا سخنة? ايه? انا مش قلتلك ادعكالها ضعراها باللمون. وكلفتيها في البطلية الجديدة اللي جايبينها بالقسط ايه؟ ما عندكش لمون؟ يا سلام عليك ما تستلفوا من المعابير يا أختي لا ألف سلامة على بنت حضرتك الأستاذة اسمها ألف سلامة يلا مع السلامة دلوقتي مع السلامة اه والله يا أخويا أصل سريرها تحت الشباك على طول فالظاهر بقى أخدت لطشة برد من طيار الهوى البحري ايه بس برضو يعني اللمون ده ما بيجيبش النتيجة اديها مثلا يستفان دي او اديها مجموعة أنفلونزا مجموعة ألفلونزا لما أخذة مدام دالية ايوا يا سيدة السباك ركب الكوع ايه؟ لسه بينقط بقولك ايه يركب له جلده بدل ما يغير الكوع خلي بالك بقولك ايه يا سيدة ما توقفيش مع السباك لوحديكم سمع ولا لا ايوا يا سيدة مع السلامة تم تخلي أمام ده يوقف مع عمه يعني مع السباك لا أصل بلا قفيا ده البيت التاني وجامعتنا اللي هناك ما بتخلفش اه ده حاجة عجيبة يعني حضرتك كنت بتجوز واحدة من اللي هي بتخلف وبعدين اتجوزت عليها واحدة من اللي ما بتخلفش انت عكس كل الناس يا انت مين؟ انا اللي جاي بالطلبات جاي بالطلبات طب وحضرتك قاعد ليه يعني مش خدت الفلوس وخلاص حضرتك انا ماخدتش حسابي اساسا ماخدش حسابك ازاي؟ ماخدش حسابك؟ طلبت وقولولي ان حضرتك نايم وطبعك شديد قوي فانا مرضيتش بصراحة اجرع حلوتك يعني وافتح عليكو باب القروضة اه 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 ضغط يا عيد نس بس انا هجيلي سكر ودوالي زبوري زبوري طيب وحسابك كام حضرتك؟ مية وعشرين جنيه مية وعشرين جنيه بس انا مش هحاسب بقى على الناس اللي انت عمال بتاكله واللب ايه ده ايه ده؟ خمسة كيلو لب واكل خمسة كيلو لب انا مش هحاسب على الكلام ده دي مسلسة واحدة بس اللي كلتا ماشي مية وعشرين جنيه انا اجيبهم لك دلوقتي حالا وبعد كده حتى لو احنا طلبنا منك حاجة ما اسمعش كلامنا ها؟ ماشا باشا اه بقولني السيادة ايه؟ لو سمحت يعني لو حصل يعني امو اسمك اتصلت بي ولا حاجة يعني طمنها علي وقولها ان انا موجود في المحل وتكلمني اناك على التليفون ها؟ حضر حضرت بقولك ايه؟ مش عايزك ترغي معاها خالص لفيها خراب بيوت اه هي متعرفش ان انت متجوز واحدة تانية عليها؟ لا طبعا هتعرف رانيا واضح ان اسلوب الصبر على سناء ده ماينفعش احنا نبتدي نسحب منها بقى ربع جنيه ونص جنيه مية خمسة وسبعين اصف الاخر نكونوا مبلغ حرب استنزاف يعني بالضبع غاية ده مهبش منها الهبشة الكبيرة موسيقى عادل ياسمين ابنتك عايزة 2 جنيه عشان تشتري جلادي عادل عايزة تشتري جلاد ليه؟ تجلد عمتها سناء ايه الزرافة دي؟ يا لطيفة المتفاق ايه بها ازر عادي يعني الفلوس بقى عادل بسرعة او ايه 2 جنيه انا معايش ايه اتنين جنيه انت معاك ايه اتنين جنيه يا رانيا لا انا معايش ايه عادل فكة خالص ايه دا احنا عادي في ميكرو باص هنا ولا ايه معاك فكة معاك فكة ميت على كام ومش عايز تفكها ورقة بكام قول ورقة معايا يعني بمتين جنيه مش معقولة يعني هنزل دلوقتي حالا عشان افكها ايه مايصحش كده يا سناء ايوا كده يا ماما قولي لها مايصحش طبعا دي بنت اخوك يعني انت عميتها يعني عادي يا سناء عادي كده يا سناء خدي من اخوك المتين جنيه وفكهاها وانا ما عنديش مانع انها في الكالي بس ايه يعني هتجيب فكة كمين متين جنيه يعني لا معايا فكة ما تقلقش خانية ايه يا ري تجي على قد الفكة ده ما فيه اكتر من الفكة ثانية واحدة كام دي متين ايه دي مية ايه وادي التانية فكة انت بتقباضي من الكنتين ولا ايه سناء ايه واكلي وبحلقة ولا ايه خد يا وصيص الفكة اللي انت عايز هات الورقة ممتنة سلم واستلم ايوا شوفت؟ اختك مع عامتين جنيه بحلهم ولا ما احتكمش على تلاتة جنيه وربع تلاتة جنيه وربع؟ انت بتحويش من ورايا يا رانيا انت قلتي لبالي عايزة خمسة وتلاتين قرش عشان مش عايزة فوق الجنيه ماشي ماشي سناء الفلوس دي نقص تلاتة جنيه ايه يعني تلاتة جنيه في جزمتك؟ في جزمتي ايه؟ يا جزمتي دي عالصالة كأنك جبت بيهم شوكولاتة لياسمين شوكولاتة طيب بقى يا رانيا ابقى خلي ياسمين تغسل سنها علشان شوكولاتة بتسوز السنين يا حدل احنا كده بنوستنسا اتفرجي اتفرجي بس صبري اهم اهم اه ايوا يا حج فولي ايه؟ عايز بطاعة ايه؟ اهلو 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 يا حج فولي يا خبراء بياد التريفون خلص المكالمة بقولك هاتي الموبايل بتاعك لا انا لقد اوشك رصيدكم على النفاذ طب اعمل ايه اه سناء حوليلي من موبايلك لموبايلي خمسة جنيه عشان عندي تريفون مهم جدا لان الحاج فولي فيه بضع بيني وبيني ولازم اكلمه بسرعة يبني انا خط وانت كارت تحولك ازاي يعني طيب هاتي موبايلك بقى اتكلم منه خلاص سناء الدهول وعشان يهبط يأ هاتي هاتي طب خد بس ما تطولش لا اعيب الا الحاجات دي انا امين جدا يعني يا رد بقى حج فولي اكيد مش عارف النمرة فمش راضي يرد يا حج فولي رد 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 خلاص خلاص الحج فولي ما ردش انتهينا هو ايه طب هاتي اكلم واحد اسمه جابر صاحبي كان معايا في تالتة تاني في اعداد يابني هو مصريفه وناتش وخلاص علم سنكيح صحيح احنا بنتشتم يا عادل احنا بنتشتم وبنتبهدل رانيا تعالي ورايا لا حل غير المواجه احنا لازم نواجهها يا عادل دي ايه دي ايه النسي اللي ما عندهاش دم دي دي بتبجح فيا وانا تقول عليها سنكوح نسية الهاني منها ياما استعملت الموبايل بتاعي وقعدت تدي منه الرنات ونعامت الزراير لدرجة ان غيرت الوش كذا مرة ويش ايه اللي غيرت يابو وشين انت ويش ايه بقى ما ارعت ما روحت تغيره عند هالهيالوفون اللي بتشتغل فيه البيت اصار صاحبتي وانا اللي روحت حسبتلي وجبتلك الموبايل اللي حدا عندك اه اه بس اه فين الوش القديم بتاعي وشها دي ما انت مش لايه حاجة تقولها او لايه اه سناء اه اه احنا عارفين وضع هكون عايزين اتكلم فيه معاكي بس مش عارفين نتكلم بس حنتكلم أنا عارفة أنتو عايزين تقولوا إيّ؟ أنا فاهمة كويس قوي أنتو عايزين يدفع فلوس عشان حسين أني أعدى في البدة علي عليكم لا يا سناء ما نقصدش كده طبعًا يعني أنا لو قلت يا حساب يا حساب حربيكو سناء حساب إيّ وبتاع إيّ؟ أنا أوزنك يا ماما كنبيالات ووصولات أمانة تحب تعرف أنا بعمل إيه وحعمل إيه وعملت إيه عشان البدة يعيش؟ بالنسبالي أنا طبعًا عايزة أعرف ما سألتيش نفسك هالم فاطورة التليفون بتاع البيت اللي بقى لها تسع شهور ما تدفعتش لحد دلوقتي ازاي التليفون شغله بتتصل منه وتردي عادي يعني؟ عادي عادي المصلحة بتاعت التليفونات قلبها حنيين وعارفة ان احنا من دافع الضرائب لما بيحصل لنا زن ابي سيبونا يعني اوه ما المصلحة اصلاها خالتك انا اللي روحت بنفسي روحت دفعتلك فاطورة تسع شهور عشان تعودتك الليوه في التليفون عادي جدا جدا ايه ده وهما يعني ازاي هما ما قللناش حاجة زي كده يعني كان لازم يقولولنا يعني كنت عرفت ما كنتش هاسكت كنت هتعملي ايه يعني كنت هتدوملي لا كنت هقولك مرسيه انا لو عايز اسمع مرسيه على حاجات كتير 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 كنت اقولتها وطلبتها منك بس انا بعمل حاجات دي من تلقاء نفسي عشان انا بحبها اعملها اه سناء اه يعني ما عادي يعني اه وضع طبيعي انك انت تتاعت فاطورة بتاعت التليفون لان انت صراحة اكثر واحدة الكلمة في التليفون يا سلام طب ما سألتش نفسك يا عادل ليه الرجل السواق بتاع الباص بتاعت المدرسة بتاعت بنتك بينزلها على باب الامارة بدل اول الشارع اه 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 نوع من انواع التهرب المروري ليه يا زكية عشان اول كل شهر بغمزه بخمسين جنيه في ايده عشان ينزل بنتك قدام باب الامارة بعد ما كان بيرميها على اول الشارع عشان امان يا سمين يا عادل اه اه ايه بقى ايه بقى يا سنة؟ ما انت عمتها يا سنة؟ سنة يا عمتها اختك المزغودة اللي انا مش بحبها اساسا ايه انا عمتها ايه كمان؟ ايه ماله انا جلع ايه كمان انتي فاكرة وصلة النت اللي عادل احالف متين يمين ما يجددش اشتراكها؟ مش ملاحظة ان نختك بقى لها الشهرين بتشتغل عادي يعني انا اللي دفعاها يا هانم عشان عارفة انها بتذاكر على الكمبيوتر وبتعمل شغل الابحاث بتعيتها على الكمبيوتر طب ما انا يعني ايه اه اه اعرف انا الحاجات دي ازاي بقى يا سنة؟ ايه ايه انا كمان كنت اعرف يا سنة خلص انا اول مرة اسمع منك الكلام ده دلوقت صراحة يعني عشان انتو دايما شغلين نفسكم بتدوا ايه بس يا عادل عمركم وما شغلتو نفسكم بتاخدوا ايه اه ما هو اه يا سنة يعني صراحة شكرا على اللي انت بتعملي ده الواحد ما كانش حاسبها كده خالص يعني بسه ما اقول واحد لما بتزنق يعني هيلجأ لي مين يعني انا اختك وشيلك يا عادل ابطي ليك بنا اخليك لي يا سنة يا ربنا اخليك فلاص بقى مزعليش بقى يلا طيب عايز التلاتة جنيه اللي هما بتوعي عشان عايز اجمد الورقة وممتين جنيه هجمدها ازاي يعني حطها في الفريزر يلا لطيفة يلا